بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم زي ما وعدتكوا قبل كده قلتلكوا أنا أقدم لكم حاجات جميلة جدا حاجات سهلة جدا ممكن أنك أنت تعملها بنفسك حيث أنك أنت تعتمد على حالك وتعتمد الأساس اعتمادك الأول والأخير على الله عز وجل وصدق اليقين مع الله النهاردة هنقدم مجربة إنسان عنده مشكلة يقولك أنا أكلت سحر أنا شربت سحر عملت حاجات كتير المجربة دي سهلة وبسطة جدا وهتخلص المسألة بأمر الله بفضل الله في أسرع وقت المجربة بتاعتنا النهاردة لعلاج السحر المأكول والمشروب يا جماعة بعض الناس بيعرضوا الناس لمشاكل كبيرة جدا في موضوع السحر المأكول والمشروب وقولوا لا أهدي لك كذا لا أهعمل كذا وبيدونه مواد إحنا تكلمنا عنها قبل كده يعني زي حب الملوك زي كذا زي حب أمور كتيرة جدا ودي بتسبب مشاكل خطيرة ممكن أحيانا بتؤدي إلى حدوث نازف في المعدة أو في الجهاز العظمي وبعد ما ينزل إفرازات عزكم الله يقول له هي ده السحر اللي كان موجود لا السحر هو بيبقى عبارة عن طاقة موجودة بشكل معين مش مجالنا أن احنا نشرحها الوقتي خدوات كبير فاحنا نتكلم عن علاج السحر المأكول والمشروب والمكونات بتاعتنا أول مكون اللي هو عسل الناح الله عز وجل في كتابه العزيز قال فيه شفاء للناس شفاء شفاء يبقى شفاء عام أنت لما زي ما توجهه هتجد فيه الشفاء تاني مكون اللي هو الحالتيت الحالتيت يا جماعة برضو فيه هنا أمور لو أنت أي شكل أي مادة أي عنصر أنت مستغربه وعاوز تسأل عنه ممكن تدخل على حسابي على الإستجرام هتلاقي أنا عامل مجموعة عشاب النهاردة وصلنا لحاجة وتمانين عنصر أو حاجة وتمانين عشبة موجودين شرح وتصوير وكل حاجة هتلاقيه موجود قدامك علشان تعرفه حتى لما تيجي تشتريه تعرف تشتريه صح تالت عنصر اللي هي حبة البركة أو الحبة السوداء وكل ده موجود بفضل الله المخادر بتاعتنا بتاعت المجرورة بتاعت النهاردة كيلو عسل خمسين جرام من الحالتات خمسين جرام من حبة البركة حبة البركة أنا أطحنها أطحنها أنا عامة شوية بس المطحنة تكون بردة وما خلاش تسخن عليها أخبطها شوية 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 بالراحة لأن لو سخنت أنا الزيت اللي فيها بيتحرق أو هي بتسخن لما بتسخن بتفقد الكيمة الغذائية والعناصر اللي بتفيد جسم الإنسان في عملية نتعرض للحرارة الشديدة في عملية الطحن بعد ما أطحن الاتنين مع بعض بجيب كيلو العسل بخفي منه شوية زي كده وأضيف المقدار عليه وأقلمه طيب بعد ما أنا خلصت عملت المكونات اللي أنا أشتغل عليها هبدأ هنا أجيب برطمار العسل أو الخلطة اللي أنا عملتها مش شرط تعملها في البرطمار ممكن تعملها في إناء وبعد كده تفرغها تاني حتى عشان يبقى فيه سهل عملية التقليد وبفتح الوعاء اللي فيه المكون بتاعي اللي أنا قلته ده كله وبقضعه أمامي كده وأول ما ببدأ أول حاجة بقرأ الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات سورة ياسين مرة واحدة الصفات مرة واحدة الجن مرة واحدة سورة الإخلاص والفلق والناس كل واحدة فيهم خمستاشر مرة هي مرة واحدة اللي بقرأ على المكون اللي أنا عملته اللي هو بتاع العلاج أصبح هو مرقي يعني أنا عملته ورقيته علشان ما روحش للحد يقول لي الكيلو مش عارف بكم ألف جنيه والكيلو بكذا أنت عملته ببيتك وبحالك ومع نفسك ومع ربك خلاص بعد ما أخلص يعني أنا وأنا بقرأ يا جماعة أحاول دايما أقلب المكون ويكون الإناء أقرب ما يكون إلى فم يعني ويكون طبعا متمض مض وغسل السيناء كويس ويكون على وضوء وفتجال قبلة زي ما قلنا ونلبس لبس يعني كل لبسين لبس الصلاة يعني بالنسبة لبناتنا تكون لبس الإزدال بتاع الصلاة أكد انك بتصلي بالظبط يا ده ده عباد أنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى المهم الشافي هو الله فأنا بطلب المدد والعون من الله عز وجل خلاص بعد ما بخلص كده يبقى أنا باخده المكون بتاعي بعد ما برقيه باخد منه ملعقة يوميا ملعقة صغيرة كم مليانة كده على نصف كوب ماء يوميا لحد ما خلصه ما حديدش مودة يعني خلص الكيلو الكيلو الوح لشخص واحد يوميا على الريق بضعه في نصف كوب ماء معلقة صغيرة أو يعني نصف ملعقة كبيرة وقلبه كويس وأشربه على الريق ما بقولش حاجة بعد منه لفترة نصف ساعة ولازم يا جماعة أنا عشان أشفى من الأمراض المؤذية ديات لازم يكون أكسر أكسر من العبادات وأكسر من الطاعات وأتجنب المعاصي أتجنب الأمور اللي فيها خروج عن يعني عن ديني وتعليم تعليم ربنا سبحانه وتعالى وتعليم الله عز وجل وإذا ما سدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا نلتزم علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وينصرنا على كيد الشيطان ويا جماعة إن كيد الشيطاني كان ضعيفا وإلى لقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته